اشتركوا في القناة اما القصة الثانية فمن العراق وفي تفاصيلها الجيش يتولى المهمة الامنية في 14 منفذا حدوديا والكاظم يمنحه صلاحيات مكافحة الفساد واهضار المال العامة اما القصة الثالثة فمن السودان وفي تفاصيلها عقد تحالف قوى الحرية والتغيير ينفرط تجمع المهنيين يسحب اعترافه وينسحب وادعوات لاعادة هيكلته اما القصة الرابعة فستكون من ليبيا وفي تفاصيلها الجيش يعلن استكمال انتشاره ونصب منظومات دفاع جوي غرب السلط والميليشيات واصلوا تدفقها تحت ستار حكومة الوفاق السلام عليكم ساعة قليلة تفصل رئيس تونسي قاس سعيد عن حسم خيار صعب جاء نتاج الخلاف السياسي الذي يتردد صداه بين قصر قرطاج والقصبة وتحت قبة البرلمان فاليوم وقبل منتصف الليل سيتم اختيار الشخص الاقدر لرئاسة الحكومة تونسية القادمة خلفا للجاس الفخفاخ المستقيل على ان يتولى الشروع في تشكيل حكومته في غضون مهلة لا تتجاوز الشهر قبل عرضها على البرلمان لمنح الثقة من عدمه في مهمة لا تبدو سهلة وكانت الاحزاب والكتل البرلمانية اودعات الخميس مقترحاتها لدى رئاسة الجمهورية وسط تساؤلات حول المعايير والمقييس التي سيعتمدها سعيد لاختيار رئيس الحكومة الثانية عشر لتونس بعد الثورة وهل سيكون من ضمن ترشحات الاحزاب ام من خارجها اشتركوا في القناة ينضم الينا الان من تونس لتحليق كل هذه التطورات اذا المحالل السياسي خلفة بن سالم كما ينضم الينا لاحقا على ما يبدو ينضم الينا المحالل السياسي باسل ترجمان في البداية نبدأ مع السيدة بن سالم اهلا بك اذا اسماء مقترحة لرئاسة الحكومة تونسية ما الطريقة التي سيختار بها رئيس قيس سعيد رئيس الحكومة المقبل هل سيختار من ضمن القائمة المطروحة من قبل الاحزاب السياسية ام سيلجأ الى خيارات بعيدة على المطروح ربما ننتقل الى المحالل السياسي باسل ترجمان السيد ترجمان اذا يبدو ان ثم تخل التقني من المصدر سنحاول العودة لاحقا لمناقشة كل هذه التطورات بالتأكيد السياسية التونسية اذا مثل ما ذكرنا هناك خلافات الآن او اختلاف وجهات النظر وفي التفسيرات القانونية لطريقة اختيار الرئيس التونسي قيس سعيد لرئيس الحكومة التونسية هل سيختار من ضمن القائمة المطروحة من قبل الاحزاب السياسية من بينها بالتأكيد اسماء معروفة في الساحة السياسية التونسية محمد الفاضل بالاضافة الى اسماء اخرى ام انه سيختار من خارج هذه القائمة المطروحة في حال الفرضية الثانية او الخيار الثاني ستكون هناك بالتأكيد تطورات لاحقة في البرلمان التونسي ستكون بالتأكيد هناك قراءات اخرى كيف سيختار البرلمان هل سيمرر البرلمان التشكيل الحكومية في كل الاحوال سنعود مثل ما ذكرنا لاحقا لمناقشة كل هذه التطورات لمناقشة طريقة اختيار رئيس الحكومة في تونس وكل السيناريوهات القانونية والسياسية في ظل هذا الوضع الراهن قال الامين والعام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ان الفترة الحالية التي تعيشها تونس اخطر بكثير من فترة الاختيالات السياسية وفي تصريح لإذاعة الشمس أفآم على هامش إحياء الذكرى السابعة لاختيال محمد البرهمي اكد الطبوبي احرز تقدمي في ملف قضية اختيال محمد البرهمي وشكري بالعيد داعيا القوى الديمقراطية التقدمية إلى القيام بمراجعات من أجل المصلحة الوطنية ومن أجل الرسالة التي كانت سببا في اختيالهما اشتركوا في القناة لم تعرف تونس أزمة سياسية أخطر وأكثر تعقيدا من قبل خاصة بعد توطر العلاقة بين أقطاب الحكم في البلاد سيناريوهات دستورية مختلفة أمام الرئيس قيس سعيد لحل هذه الأزمة لكن تفسير الحل وفق الدستور يخضع لعدة حسابات بينها قرار حاسم من المحكمة الدستورية وفي حالة تونس هي غير موجودة أيضا بسبب الخلافات السياسية وعدم التوافق على تعيين آضائها الاثنين عشر بين المحكمة وبين الرئيس وبين البرلمان التونسي ما قد يعطي الرئيس سعيد ميزة تفسير مواد الدستور وفق ما يريد إحدى خيارات سعيد استخدام الفصل الثمانين من الدستور التونسي إذن الفصل الثمانين من الدستور التونسي يعطي لرئيس التونسي حق أو صلاحيات كذلك رئيس الحكومة احتبارا أن البلاد أمام خطر داهم كما صرح سعيد مؤخرا من وزارة الدفاع متعهدا بالحفاظ على الدولة من الداخل والخارج فسرها البعضا رسالة لما هو قادم السيناريو الأول قد يتمثل باستخدام هذا الفصل مثلما ذكرنا الفصل الثمانين من الدستور التونسي الذي يمنح الرئيس التونسي صلاحيات استثنائية منها ممارسة حتى صلاحيات رئيس الحكومة وتعليق العمل لفترة بمبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية كما أن الفصل الثمانين يعتبر حلا مؤقتا ينظم حالة الاستثناء ولكن ليست حالة طوارئ وفي حال تفعيل هذا الفصل لا يمكن لرئيس الجمهورية أيضا حل البرلمان ويبقى هذا البرلمان في حالة عقاد دائم ولا يمكن توجيه لائحة سحب ثقة من الحكومة التونسي هذا السيناريو الأول السيناريو الثاني يتعلق بحل البرلمان وفقا للفصلين السابع والسبعين والتاسع والثمانين من الدستور التونسي فالفصل السابع والسبعون يسمح لرئيس الدولة بحل البرلمان في الحالات التي ينص عليها الدستور حيث يمنع حل المجلس خلال الأشهر الستة التي تالي نيل أول حكومة لثقة المجلس أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو حتى من المدة النيابية الفصل التاسع والثمانون من الدستور التونسي يشير إلى أن رئيس الجمهورية له الحق في حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في حال عدم تصويت البرلمان على مرشح الرئيس لتشكيل الحكومة للمرة الثانية بعد الانتخابات البرلمانية رغم مرور أربعة أشهر السيناريو الثالث نأتي هنا إلى الاستفتاء الشعبي لتعديل الدستور والهدف من ذلك استعادة النظام الرئاسي الذي كان قائما قبل عام 2011 إلا أن خبراء تحفظوا على هذا الاقتراح مشيرين إلى أن الفصل التاسع الثاني والثمانين من الدستور ينص على أن رئيس الجمهورية يحق لها الدعوة إلى استفتاء شعبي في أربع قضايا فقط هي مشروعات المعاهدات الحريات حقوق الإنسان والأحوال الشخصية وبالتأكيد هذه القضايا لا تعني إطلاقا الحديث عن النظام الرئاسي وتحويله إلى نظام برلماني أو العكس النظام البرلماني وتحويله مرة أخرى إلى نظام الرئاسي مثل ما هو مطلوب من بعض القانونيين وحتى الشخصيات السياسية والإعلامين إذن لمناقشة كل هذه التفاصيل الدستورية والسياسية التونسية لمناقشة كذلك كل السيناريوهات الخاصة باختيار رئيس للحكومة التونسية ينظم إلينا من تونس المحلل السياسي خليفة بن سالم السيد بن سالم أهلا بك على شاشرة الحادث وضيفا على برنامج حادث اليوم إذن أسماء كثيرة مرشحة أو على الأقل لنقل مقترحة من الأحزاب السياسية هل سيختار قيس السعيد من بين هذه الشخصيات التي اقترحتها الأحزاب السياسية أم سيذهب إلى اختيار شخصية بعيدة عن المقترح شكرا على الاستضافة أكيد أن رئيس الجمهورية تحكمه فلسفة معينة في علاقة بمسألة الترشيحات ومسألة مستقبل الحكومة في تونس أولا أنه ثمت خلاف واضح في البلاد بين رئيس الجمهورية وحزب حركة النهضة الذي تحكم تقريبا في منظومة الحكم منذ 2011 إلى اليوم وهذا الخلاف أساسه بالنسبة لرئيس الجمهورية أن تكون حركة النهضة في الحكم هذا مقبول أما في الحكومة هذا مقبول أما أن تصبح هي قوة المحددة الوحيدة في الحكم فهذا غير مقبول خاصة أمام وجود تقريب تشضي في مستوى مجلس النواب والواقع السياسي في تونس تمت هذه الترشيحات على أن الدستور الآن يمنح سيد رئيس الجمهورية كامل الصلاحيات أنه يتصرف سواء كان يختار شخصية مبوبة من قبل هذه الأحزاب والكتل أو يختار شخصية أخرى من خارج هذه الترشيحات يبدو أن الاتجاه العام بالنسبة للرئيس الجمهورية هو أنه لن يقبل بشخصية عندها نوع من الحضور القوي لحركة النهضة في دعمها وخاصة أن حركة النهضة تمكنت من تكوين ائتلاف برلماني حوالي 100 نائب عبر تحالفها مع كتة الكرامة وحزب قلب تونس وبالتالي تريد أن تسترد الحكم عبر هذه الألية ولكن حتى عمليا هذا غير ممكن بالنسبة لحركة النهضة لأن بقية القوى البرلمانية الحزبية أو الكتل الغير متحزبة ترفض هيمنة حركة النهضة على المشهد الحكمي وهذا تقريبا جوهر الخلافة الذي تم مع حكومة سيد فخفاخ على المستوى السياسي بصرف النظر عن القضية الأخرى الشائكة في علاقة بتضارب المصالح إذن رئيس الجمهورية نعم إذن سنعود مرة أخرى بالتأكيد للمحل السياسي خريفة بن سالم يبدو أنه تم تخال التقني من المصدر من تونس مرة أخرى ولكن نحاول العودة إذن لمناقشة هذه التطورات لمناقشة سيناريوهات بالتأكيد سيناريوهات السياسية والدستورية لاختيار رئيس الحكومة في تونس إذن مثل ما ذكرنا سيناريوهات كثيرة تتحدث عن اختيار من بين المقترح من الأحزاب السياسية السيد بن سالم المحلل السياسي من تونس كان يذكر سيناريو آخر يرجحه على الأغلب واختيار من خارج المقترح ولكن من خارج المقترح هل نتحدث إذن عن شخصيات من الأقلية البرلمانية أم نتحدث عن شخصيات حتى خارج كل المقترح وخارج الطبقة السياسية ما يعني شخصيات تكنقراط أو شخصيات حتى عسكرية الحديث الآن في تونس حتى عن ترشيح أو تكليف الرئيس لوزير الدفاع التونسي الحزقي في كل الأحوال في المقابل هناك ما يطرح أيضا دستوريا مثل ما ذكرنا في العرض السابق وتفعيل المادة أو الفصل الذي يمنح لرئيس الجمهورية التونسي صلاحيات أكثر من صلاحياته في الحالات الاستثنائية ربما تصل إلى حتى صلاحيات رئيس الحكومة هذا من بين السيناريوهات الدستورية والقانونية التي سنناقشها بالتأكيد مع ضيوفنا الكرام بالإضافة إلى حديث آخر وسيناريوهات مختلفة عن إمكانية تغيير حتى النظام السياسي هل ستعود تونس مثل ما يقال أو يتداول أو يطلب حتى من نقابة العمال من شخصيات سياسية من شخصيات إعلامية تونسية تطالب العودة إلى النظام الرئاسي الانتقال من النظام البرلماني الموجود حاليا في تونس إلى النظام الرئاسي ما يعني في هذه الحالة حصول الرئيس على صلاحية أكبر في هذه الحالة ستحل على ما يبدو أو وفقهم على الأقل بعض الألزمات أو الخلافات مع البرلمان التونسي أمس ربما ستكون هناك أو ستكون هناك صعوبات قانونية ودستورية للوصول إلى تلك المرحلة باحتبار بأن الرئيس التونسي مثلما ذكرنا لديه بعض الصلاحيات يستدعي الهيئة الناخبة ولكن في حالات محددة ذكرناها منذ قليل هي خاصة بالحريات وخاصة ببعض القضايا القليلة أربع ملفات فقط مرة أخرى نعود إذن إلى تونس وإلى تحليل هذا المشهد المعقد المتأزم المتصاعد الذي ننتظره في أي لحظة ننتظر تكليف الرئيس التونسي لرئيس حكومة جديد من تونس ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي باسل ترجمان سيد ترجمان أهلا بك كنا نعرض الآن ربما استمعت إلى هذا العرض للسيناريوهات الدستورية القانونية كان معنا السيد بن سالم قال إن سيد الرئيس التونسي قاسيس عيد ربما لن يختار من بين الأسماء المقترحة كانت لديه بعض التفسيرات لهذا الموضوع هل توافق على هذا الطرح هل تعتقد بين الرئيس قاسيس عيد ربما يلجأ لشخصية من الأقلية البرلمانية أو شخصية بعيدة حتى عن هذه الساحة السياسية عن الشخصيات المتدولة ومعروفة أهلا وسهلا في البداية الخيار أي خيار سيتخذه الرئيس قاسيس عيد سيضع كامل أعضاء مجلس النواب أمام خيارين لا مفر لهم منهما إما أن يعارضوا وأن يذهبوا في وقتها إلى انتخابات مبكرة وهذا لا يساعد خاصة الأطراف التي خانت ناخبيها والتي تخلت عن تعهداتها لهم وهم كتر أو أنهم سيرضون بخيار الرئيس ويوافقون عليه ويسيرون به لأنه لا خيار آخر لهم في المرحلة القادمة هذا هو الأساس باعتقاد في هذه المرحلة نعم سيترجمان هذه النقطة مهمة مثلما ذكرت ولكن دعنا فقط نعود إلى نقطة البداية سيختار الرئيس تونسي من بين الأغلبية نقصد هنا النهضة قلب تونس الكرامة الحلفاء أم سيختار من الأقلية البرلمانية شخصية وسطية ولكن سياسية معروفة مثلا وزير خارجية سابق ووزير دفاع حالي أم سيلجأ إلى شخصية بعيدة عن كل هذه الخيارات يعني لا أعتقد أن في الأسماء التي تم تقديمها إلى رئيس الجمهورية هناك شخصيات يمكن أن تنال رضا وثقة يعني الإشكال اليوم أن الحديث حول هذه الحكومة القادمة ما أهدافها هناك أطراف منها قلب تونس والنهضة وإتلاف الكرامة تريد حكومة محاصصة حزبية وهذا أمر لا يخدم مصلحة تونس هم يتحدثون عن شخصية اقتصادية لإنقاذ تونس على أساس أن الشخصيات التي أتت في العشر سنوات الثالث الماضية ما الذي كانت تقوم به الإشكال اليوم وهذه أحد رؤى التي يختزنها فكر الرئيس قيس سعيد أنه يريد أن يأتي برجل لأساس واجبه محاربة الفساد الذي تسبب في الكوارث الاقتصادية التي وصلت لها تونس محاربة الفساد محاربة الفاسدين وإعادة هيكلة الأوضاع في تونس لتكون هناك رؤية جديدة تتماشى مع نظرته للواقع قيس سعيد أتى من الشعب لم يأتي من الأحزاب وبالتالي هو أمام تحدي بأن الشعب يريد منه أن يحقق له قضايا أساسية اليوم المنوال الاقتصادي في تونس الذي تسبب في كل هذه الكوارث حالة الفساد الاقتصادي والسياسي الكارثية التي وصلت لها تونس هذا أمر يضع الرئيس أمام تحدي الرئيس ليس في ورطة أو في غصرة بالإطلاق من سيختاره الرئيس سيكون عليه أن يكون أمام الشعب فيما سيتم تحقيقه الورطة اليوم تعيشها الأطراف السياسية التي فشلت في إقناع الشعب بما يمكن أن وعدته نعم إذن سيترجم أن أي اسم سيختاره الرئيس تونسي قاسي سعيد سيمر لا محالة باعتبار بأن النهضة ربما ستخشى من حل البرلمان من هذا السيناريو لهذا ستلجأ أو ستدعم هذه الشخصية هل يمكن توصيف الأمر أو الحديث بهذه الطريقة؟ حتى لو عرضتها النهضة حتى لو وقفت ضدها قلب تونس حتى لو وقفت ضدها ائتلاف الكرامة الشخصية التي سيختارها الرئيس ستشهد نوع من المماحكات ونوع من الابتزاز السياسي لكنها في النهاية عندما تقرر الذهاب إلى التصويت هناك أكثر من مئة نائب في مجلس النواب يعلمون تماما أنه إذا تم الذهاب إلى حل الحكومة إلى حل مجلس النواب لن يرون بعد اليوم قبة المجلس إلى آخر حياتهم هم يعلمون جيدا أن وصولهم إلى هذا المجلس جاء نتيجة ظروف اليوم امتهت من وعد أن يكون مثلا حزب قلب تونس من وعد أن يكون ضد حركة النهضة وسيقف ضدها ولن يتعالف معها هذا الحزب إذا جرت انتخابات مبكرة لن يكون له وجود أصلا في المشهد السياسي علينا أن نتذكر أن ما حصده حزب نداء تونس من تحالفه مع النهضة سيحصده أكثر من حزب قلب تونس وبالتالي المشهد السياسي اليوم يعاد تشكيله بين ثلاث قوة قوة تقف مع حركة النهضة قوة تقف ضد حركة النهضة وقوة تريد أن تقف مع الرئيس في خياراته القادمة وباعتقادي أن المشهد السياسي ستشكل من هذا الإطار أساسا نعم سيد ترجمان رئيس قيس سعيدة رئيس التونسية تحدث في الفترة الأخيرة عن أنه أو أنه تمت رئيس واحد في البلاد ما فهم منه بأنها رسالة لحركة النهضة للغنوشي تحديدا هل تعتقد بأنه يدفع النهضة للمعارضة في المرحلة المقبلة لا حديث عن تحالف حكومي مع النهضة مثلا أولا الدستور التونسي أقر نظام حكم برأسين وليث بسلاث رؤوس هناك رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لا يوجد منصب لرئيس مجلس النواب في المشهد السياسي ما يقوم به رئيس مجلس النواب هو عملية استفزاز ومحاولة لافتكاك صلاحيات وفرض أمر واقع غير موجود على المستوى الدستوري هذه الإشكالية أن رئيس المجلس النواب سيد راجد الغنوشي يريد افتكاك صلاحيات رئيس الجمهورية والتلاعب عليها اليوم في تدشين شارع باسم الرئيس الباجي قايد السبسي كان هناك صدام قام به أعضاء من حزب نداء تونس منهم ساعب ستار المسعودي وسيد منذر بن حاج علي وسيد منير بن بيلاد ضد أن يقوم راشد الغنوشي بافتتاح هذا الشارع باسم الرئيس الباجي قايد السبسي اعتراضهم كان أنه ليس له الصفة لا يحق لرئيسة بلدية تونس أن تلبس الزي الرسمي الذي هو زي مخصص لرؤساء البلديات إلا عندما تكون رفقة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة أو وزير الداخلية وبالتالي راشد الغنوشي يريد أن يمارس دورا خارج صلاحياته ربما لإرضاء حالة من الأزمة الإحساس بعدم أهمية الدور الذي يقوم به وجراء فشله في إدارة شؤون مجلس النواب هذه واحدة من القضايا المهمة نعم ولكن في المقابل كذلك سيترجم الحديث بأن رئيس قيس السعيات في اختياره للياس الفقفاخ لم يكن موفقا لهذا يعتقد بأنه ربما لن يغامر كذلك هذه المرة سيبحث عن تهدئة مع كل الأحزاب السياسية يعني أولا الرئيس عندما اختاره للياس الفقفاخ اختاره ضمن رؤية وضمن أن هناك أحزاب هي التي رشحت للياس الفقفاخ ولاحظنا أن حركة النهضة كانت تعلم أن للياس الفقفاخ لديه قضايا في تضارب المصالح والفساد وأرادت مسومته عليها رغم أن رئيس الكتلة حركة النهضة في مجلس النواب نوردين البحري أنكر ذلك ولكن ظهر فيديو تسجيل مع إحدى المحطات التلفزيونية في التونسية قالها صراحة أنهم يعلمون أنه لديهم ملفات في تضارب المصالح وبالتالي هذه القضية تعكس أن الرئيس له موقف حازم ليس لديه استعداد الرئيس قيش سعيد لمماهات التضارب المصالح أو الفساد أو التعاطي معه بل على العكس تماما هو سيختار الشخصية التي تسير في اتجاه الحرب على الفساد لا يمكن لتونس أن تستمر في إطار علاقة المحاصصة الحزبية وتغطية الفساد اليوم هناك قضايا أساسية في الشارع التونسي أحت هذه القضايا أنمانيول؟ نعم شخصية تحارب الفساد ولكنها تجيد المناورة ولكن تحت عباءة الرئيس قيش سعيد هل يمكن توصيف الشخصية المقبلة بهذه الطريقة لرئاسة الحكومة؟ ممكن باعتقادي أنها ستكون شخصية تمتلك القدرة والحزم على المواجهة السياسية هذا هو الأساس اليوم يعني الشخصيات هناك جملة من الأحزاب تستفف وراء الرئيس قيش سعيد في موقفه من محاربة الفساد والتصدي له وهذه الأحزاب ستكون السند الرئيس للرئيس قيش سعيد في هذه المواجهة التي ستكون صعبة حاسمة وقاسية ولكن في النهاية هناك خيار لا مفر من لا يمكن أن تكون هناك حكومة محاصصات حزبية وحكومة تعطي وتأخذ على حساب الشعب التونسي لأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي وصل لمرحلة الخطر ورئيس الحكومة المستقيل إلياس الفقفاخ قالها صراحة أن إذا استمر الحال على ما هو عليه ستجد الدولة نفسها عاجزة عن دفع أجور موظفيها وبالتالي هناك مخاطر أن يكون تكرار للمشهد اللبناني مرة أخرى في تونس نعم سيد ترجماني يتحدث الرئيس التونسي قاسي سعيد في الأيام الماضية وهذا كان أمر لافت يتحدث من الثقنات العسكرية ويوجه أوامر بوضع حد الخارجين عن القانون كيف يفهم هذا الأمر وتفهم هذه التصريحات هل يلمح بالفعل لتفعيل المادة الثمانين من الدستور أو الفصل الثمانين من الدستور والذي يخص منح صلاحيات إضافية للرئيس في الحالات الاستثنائية بما فيها صلاحيات رئيس الحكومة أولا رئيس الجمهورية الأستاذ قاسي سعيد هو القائد الأعلى للقوات المسلحة في تونس نفهمها ووزارة الدفاع تعود لهم مباشرة وزير الدفاع شخص يحظى بثقة كبيرة واحترام كبيرين داخل المؤسسة العسكرية أو في المؤسسات المدنية الرجل له صفات حميدة جدا وهذا أمر مهم اليوم من الذي يجري هناك تهديد استراتيجي خطير لتونس هذا التهديد يأتي من مناطق الغرب الليبي هذا التهديد يهدد الأمن والاستقرار في تونس إذا أخذنا ما قيل في الأيام الأخيرة الماضية حول تدفع مئات الإرهابين التونسيين القادمين إلى مناطق الغرب الليبي فهذا يستهدف ماذا؟ يستهدف الأمن واستقرار تونس وبالتالي نحن لاحظنا في الأيام الأخيرة الماضية تعزيزات عسكرية تونسية كبيرة عسكرية وأمنية إلى مناطق الحدود مع تونس المخافة أن يكون هناك تكرار لعملية محاولة اقتحام وإقامة إمارة داعشية في مناطق الجنوب التونسي كما جرى في 2006 نعم كنت معنا من تونس الكاتب والمحلل السياسي باسل ترجمان شكرا جزيلا لك يعود إلينا مرة أخرى من تونس المحلل السياسي خليفة بن سالم سيد بن سالم أهلا بك مرة أخرى على ششة الحدث وفي النمج حدث اليوم سنبدأ من حيث انتهينا مع سيد ترجمان حول تفعيل الفصل ثمانين من الدستور التونسي والحديث لرئيس التونسي قيسي سعيد في الأيام الماضية عن وضحت للخارجين عن القانون استخدم عبارة تعطيل السير العادي لدوليب الدولة هي نفس العبارة الواردة في الفصل الثمانين لهذا فسر الأمن من بعض القانونين بأنه ربما تلميح لإمكانية تفعيل هذه المادة هل توافق هذا الطرح؟ أعتقد أن المشكل في تونس هو مشكل سياسي أكثر منه مشكل دستوري بقانوني هو يعي الرئيس جيدا أن الأولوية اليوم مطروحة في بلادنا هي أولوية أمنية أمام التدعيات الحادثة في ليبيا أمام التمدد الإرهابي هناك مشكلات كبيرة في المقابل هناك أطراف داخل تونس تسعى إلى التموقع في السلطة إذن ظهر جاليا أن هناك صراع السلطة أن القوى البرلمانية الأولى والحزب السياسي الأكبر في بلادنا في تونس حركة ناظا تريد التحوز على الحكومة بعد التحوز على البرلمان هي إشارات أعتقد أن الرئيس يتحدث بلغة الإشارات والرمزية واستعمال ما يسميه هنا اتصالية الغموض هناك رسائل مشفرة يقدمها اليوم مثلا رئيس الجمهورية اتجه إلى ظريح شهداء الذين سقطوا في الثورة البراهمي وبالعيد ذهب إلى ظريح الباجي قايد سيبسي وغيرها في إطار رسالة أن الأولوية اليوم هي أولوية أمنية ثم تأتي الأولوية الاقتصادية نظرا كذلك للتوسع النفوذ التركي في ليبيا وغيرها هناك حديث غامض عن أمكانية محاولات من هنا وهناك أو مس من هذه الشرعية في المقابل هناك عاجز في مستوى مجلس نواب الشعب في إدارة جلساته وعماله كما يجب أن تكون لمح رئيس الجمهورية أكثر مرة والجمع على مافهم ذلك من أن الشرعية الانتخابية لا تعني المشروعية وأن المشروعية افتقدت عند هذه الطبقة السياسية لا أعتقد أن الرئيس يريد مجابهة هكذا مع هذه الأطراف السياسية ولكن هم الآن يضعون أنفسهم في دائرة المجابهة نظرا لرفض التواضع السياسي والاحتكام إلى منطقة التوازنات لا إلى منطق الغلب لذلك الرئيس ينحو ناحية في علاقة بتشكيلة الحكومة نعم إذن لا يريد الرئيس تونسي هذه المواجهة وإنما الأطراف السياسية الأخرى وتقصد هنا النهضة هي من تريد المواجهة ولكن في إطار هذا الأمر هل سيختار شخصية لرئاسة الحكومة أو يكلف شخصية المصطلح القانوني الأصح سيكلف شخصية تهدئ مع هذه الطبقة السياسية مع الأغلبية البرلمانية أم سيختار شخصية للمواجهة؟ هو المؤكد بالنسبة إلي أن الرئيس سيختار شخصية ثنائية الأبعاد أولا لا يجب أن تكون هذه الشخصية بعيدة عنه ويحدث ما حدث زمن المرحوم الباجي قيد سيبسي صراع بين الحكومة ورئاسة الجمهورية وربما تتموقع من جديد وتدخل في صراع مع رئيس الجمهورية لكن يرغب كذلك أن تكون هذه الشخصية متحوزة على شبه إجماع من قبل الطبق السياسي من قبل القوى الاجتماعية من قبل تمثيلها في مستوى مجلس النواب لن يرغب في تشكيل معناه حكومة تقودها الآن تلاف عركة نهضة مع بعض القوى الأخرى وهذا تقريب ما ترغب فيه بقية القوى إما أنه سيختار وهذا الأسلم في اعتقادي للبلاد أن يختار شخصية على مسافة من الأحزاب السياسية لذلك وقع الحديث عن شخصية سيد وزير الدفاع ماد الحزقي ولو أنه للتصحيح ليس شخصية عسكرية ولكنه شخصية مدنية رجل قضاء يدير الشأن العسكري من بوابة وزارة الدفاع نعم وذكر كذلك من بين الشخصية أو ذكر مهدي جمعة وزير الخارجية تونسي السابق إذن يمكن القول بأن محمد فاضل عبد الكافي وكذلك الخيام هي من الشخصيات التي ستكون ربما لن تلقى حضودا للترشيح أو للتكليف محمد خيام التركي عفوا أعتقد أنه كقراءة سياسية على مسافة إذا فهمنا المنطق الذي يسير به سيد رئيس الجمهورية مسألة المشاورات يستبعد أن يكون سيد عبد الكافي أو سيد خيام التركي على رأس الحكومة ربما يكونون في التشكيلة الحكومية لأن المشكلة هنا طبعا وقع تقريبا تبويبها من قبل حركة النهضة وتحالفها النيابي والمستقبل غير مضمون في التعامل مع رئاسي الجمهورية خاصة في وجود شيء من التشنس شيء من الخلاف هذا الخلاف ظهر حتى على مواقع التواصل الافتراضي هناك سباب هناك احتراب هناك توجيه للتهم بين حركة النهضة القوة البرلمانية الأكثر في مجلس نواب الشعب ورئاسة الجمهورية الأفضل أعتقد أن تكون هذه الشخصية سوى كان من بين هؤلاء أو من خارجها أن يجد حلا ومخرجا سياسيا لهذه المسألة أن يكون كذلك بمثل ما منحه الدستور لرئيس الجمهورية قريبا من رئيس الجمهورية لأن الدستور الآن لم يقوم بعملية سطو رئيس الجمهورية على هذا المعتوى لكن فشل حركة النهضة في تشكيل حكومتها الأولى هو الذي ذهب بالموضوع من الحزب الأول الفائز في الانتخابات إلى رئيس الجمهورية لم يخرج رئيس الجمهورية الحقيقة هنا في سلوكه وفي تصرفه عما يضبط له الدستور ويمنحه إياه حق ترشيح شخصية لتكليفها لتشكيل الحكومة القادمة نعم كنت معنا من تونس المحلل السياسي خليفة بن سالم شكرا جزيلا لك وحدث اليوم الصمر وفيه أيضا احتياطة البنك المركزي لبناني من العملات الصعبة يصل لمستويات مقلقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لأننا قادرون على المتابعة والتغطية الحية والفورية على مدار الساعة لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصل لأربع وعشرين ساعة أصبحنا الحدث سنوات من العمل الإخباري لا يبقى إلا الإنسان أصدر رئيس والوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تعليماته للجيش بحماية أربعة عشر منفذا بريا وبحريا كما منح القوات المسيطرة على المنافذ جميع الصلاحيات بينها محاسبة أي جهة تتجاوز القانون وذكرت قيادة العمليات المشتركة العراقية في بين الله أنه بناء على توجيهة رئيس مجلس الوزراء القائد العام القوات المسلحة صدرت التعليمات للأجهزة الأمنية بمكافحة التجاوزات وظواهر الفساد وإهدار المال العام أشارت العمليات المشتركة إلى أن حجم القوات الأمنية المخصصة سيكون حسب طبيعة كل منفذ وخاضعان للجيش العراقية اتبعت قيادة قوات الحدود العراقية تكنولوجيا حديثة من أجل تأمين شريط الحدودي مع دول الجوار تتضمن نظام مراقبة ذكية عبر الكاميرات الحرارية وطائرة مسيرة والأسوب الذي اتبعته قيادة قوات حرص الحدود في التصدي لعمليات التهريب وتسلل الإرهابيين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر والي مناقشة كل هذه التطورات العراقية انضم إلينا من أربيل المحل الأمني والسياسي العميد الركن الدكتور أعياد الطفان سيادة العميد الركن أهلا بك على شاشة الحدث وضيفا على برنامج حدث اليوم إذن منافذ حدودية جديدة توضح تحت سيطرة القوات الأمنية العراقية تحديدا تحت سيطرة العمليات المشتركة العراقية على أن تمنح هذه القوات الأمنية جميع الصلاحيات لمحاسبة أي حالة تجاوز ما الذي يفهم من هذا القرار حدود صلاحيات هذه القوات الأمنية أهلا بك سيدتي أهلا مشاهد قناتكم الكرام للعراق 24 منفذ بري وبحري رسمي يرتبط بسد دول هي الكويت السعودية الأردن سوريا وتركيا وإيران ما قام به سيد رئيس الوزراء هو حل مرحلي وجزئي المشكلة في هذه المنافذ هي مزدوجة من ناحية الأمن ومن ناحية الإدارة نعم إذا حققنا الأمن ومنعنا التجاوزات الأمنية الإدارة والفسادة الذي يبدأ من عامل الاستعلامات حتى مدير المنفذ هذه جميعها تعمل بتزوير المنفذات التي تغير أنواع المواد وأوزانها ومواصفاتها ناهيكي عن المواد المسرطنة والمواد الغير أيضا صالحة للاستهلاك البشري والطامة الكبرى هي المخدرات وهذه على طول الحدود الإيرانية العراقية المنافذ الأخرى بغير رسمية أكثر من أعدادها كبيرة وخصوصا على الحدود العراقية الإيرانية والحدود العراقية السورية والتي تسيطر عليها الميليشيات هذه المنافذ الآن نحن أمننا الأمن لديها منعنا وصلاحيات جيدة لكل من يسجاوز لكن الإدارة كيف يجب التغيير هذه الإدارة لأنها جميعا هذه الأحزاب والإدارة هي التي تتقاسم إيرادات هذه المنافذ التي تقدر من 10 إلى 12 مليار بالسنة لا يصل إلى الدولة منها مليارين وأدنى نعم إذا سيادة العام داركم تعتقد أن حتى هذا القرار ليس كافي لمكافحة الفساد ومكافحة الإرهاب وهي الصلاحيات الممنوحة للقوات الأمنية ما الجماعات أو من هي هذه الجماعات التي ستواجهها الحكومة العراقية ستواجهها هذه القوات الأمنية في طول الحدود أو هذه المنافذ البرية والجوية كل هذه المنافذ هي موزعة للأحزاب بالتساوي تقريبا ولهذا إيرادات هذا المنفذ تقسم أكثر من 60% تروح للحزب الفلاني الباقي يروح للميليشيات أكثر من 30% العشرة الباقية تقريبا نصفها يذهب إلى جيوب الفاسدين من موظف استعلامات للمدير المنفذ والباقي يذهب إلى الدولة المشكلة يا سيدتي في هذه الحدود هي بأنها تؤثر سلبا على الاقتصاد وعلى المواطن العراقي يعني التاجر من يريد يجي يخلص بضعته يبدأ يدفع من الاستعلامات حتى مدير المنفذ هذه الأموال جميعها التاجر يحمله على المواد اثنين البعض التجار يعني ضعيفين النفوس هؤلاء يدخلون مواد مصرطنة مواد غير صالح الاستهلاك البشري وكما ذكرت جنابك المخدرات احنا كنا قبل بلد ممر للمخدرات يعني يأتي من خلال الهور إلى الإعمارة إلى بادية السماء وثم الكويت ويوزع لكن الآن أصبحنا يتعاطون والدليل على ذلك الجرائم الكبيرة وأيضا الطامة الكبرى أن زهرة الخشخاشة الآن يقومون بزراعتها في كثير من مناطق الجنوب نعم ولكن سيادة العاميد الرقم هذه الظواهر ترصد مثلما ذكرت ضواهر الفساد ولكن السيد القادم حينما تحدث عن سيطرة القوات الأمنية على هذه المنافذ البحرية والبرية أعطى لهذه القوات الأمنية صلاحيات بينها مكافحة الفساد بينها مكافحة ضواهر الفساد ومكافحة الإرهاب وإهدار المال العام هذه الصلاحيات أليست كافية للحد من هذه التجاوزات التي ذكرتها سيادة العاميد الرقم هذا حال جزي سيدتي والدليل لأنهم لا يستطيعون أن يدخلون بشغلات إدارية يعني مثلا من الفساد دخولها خروجها هذا عمل إداري بحث بعيد عن اختصاص هذه القوات اللي واجبها تحمل الموظفين تحمل حدود أيضا لن تسمح لكن إذا كان الموظف فاسد وهو الذي يدخل المواد مثلا المسرطنة أو المواد الغير صالحة الاستيلاك البشري أو المواد يغير في أوزانها وأوصافها إلى آخره ولهذا المرحلة الحالية نقبل بهذه الحلول لكن هو الحل للقانون القانون ولا غير القانون بسيطر على هذه المنافذ وقطع يد الأحزاب والميليشيات منها لأن هذه أيضا بدأت ليست تأثر على صعات المواطن لكن هي تدعم هذه الميليشيات وهذه الأحزاب إذن حتى تمول سلاحها المنفلت وأيضا هذه القصور والطائرات والعقارات بكل الدنيا والطائرات الخاصة يعني أبسل شيء مادة المخدرات قبل بالنظام السابق كان حامل المخدرات وبايعها ومتعاطيها وناقلها الجميع يعدم ولهذا كانت العقوبات مشددة الآن ثلاثة أرباع الزوار الإيرانيين هم يتعاطون مواد الترياق فكان يجيب مادة وياه هم يتعاطى وهم يبيعها حتى يطلع تكاليف الزيارة وهذه جريمة كبرى أيضا كنت معنا من أربيل المحل الأمني والسياسي العميد الركن الدكتور أعياد الطفان شكرا جزيلا لك وفي العراق أيضا سلمت قوات التحالف الدولي صباح اليوم موقعها ضمن قاعدة معسكر بسمية جنوب شرق بغداد إلى القوات العراقية ويضم المعسكر عددا من القوات الإسبانية والأمريكية العاملة ضمن صفوف التحالف الدولي لتنظيم داعش أكدت قيادة العمليات المشتركة أن عملية تسليم تمت وفق جدول زمني بين الحكومة العراقية والتحالف وصلت احتياطاتها البنك المركزي اللبناني من العملات الصعبة القابلة للاستخدام إلى مستويات مقرقة في ظل حباس شديد في موارد التدفقات الخارجية وتراجع تحويرات اللبنانيين العاملين من الخارج والمغتربين في حين التزم المركزي بتغطية احتمادات مستوردات السلع الاستراتيجية من محروقات وقمح وأدوية بالسعر الرسمي بدعم تمويل استيراد نحو 300 سلع أساسية وكشفت الميزانية الدورية لمصرف لبنان عن هبوط لافت بأكثر من 2 مليار خلال النصف الأول من الشهر الحالي مبلغ يوازي نحو 10% من الاحتياطي السائل بحسب مصدر المصرفي فإن النصف المتواصل من الاحتياطات السائلة يشكل خطرا على استمرار سيابها السلع الاستراتيجية والأساسية مضيفا أن لبنان استنفذ فعليا قدرة شراء الوقت بما يشمل كل مهل السماح التي منحه إياها المجتمع الدولي ومؤسسته الراغبة في مساعدته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عضو كتلة المستقبل في البرلمان اللبناني نائب محمد الحجر سيادة نائب أهلا بك على شاشة الحدث وضيفا على برنامج حدث اليوم بداية استنزاف الاحتياطي للمصرف اللبناني كيف تعلقون على هذا التطور الاقتصادي الوضع الاقتصادي في لبنان اليوم يزداد سوءا يوما بعد يوم السبب أن هناك كما ذكرت في مقدمتك في التقرير أن هناك استنزاف للمصرف المركزي استنزاف لاحتياط المصرف المركزي بسبب اضطرار هذا المصرف بطلب من الحكومة أن يدعم مجموعة من السلاة أن يدعم الدواء أن يدعم القمح على أساس دولار 1500 ليرة وكذلك أن يدعم حوالي 300 سلعة غذائية بحاجة إليها المواطن اللبناني على سعر 3850 أو 3900 ليرة وطبعا هذا الأمر يجعل هذا الاحتياط يتراجع شيئا فشيئا وهناك فعلا سؤال جدي هل يمكن إذا استمر الوضع على ما هو عليه أن يتمكن المصرف المركزي بمتابعة هذا الدعم السؤال طبعا لا السؤال كلا عفوا الجواب نعم لماذا؟ لأنه بكل بساطة أقول بأن الجواب أنه هل يستطعت المصرف المركزي متابعة هذا الدعم أنا أقول كلا لا يستطاعته ذلك لسبب بسيط أنه إذا لم يكن هناك من سيولة تدخل إلى ربنان لن يكون هناك من حركة في الاقتصاد اللبناني لن يكون هناك فرص عمل لديه استداد البطالة اليوم كل يعلم بأن البطالة في لبنان ارتفعت بمؤشرات البطالة ارتفعت إلى حوالي قريبة من الخمسين بالمئة أكثر من نصف السكاء اللبنانيين اليوم هم تحت خط الفقر أكثر من ربع اللبنانيين اليوم هم تحت خط الفقر المتقع وللأسف لم الحكومة تتخبط فيما بينها تتباطأ في اتخاذ القرارات غير قادرة ربما على اتخاذ القرارات بحكم تكوينها بحكم عدم وجود إرادة فعلية لدى رعاة هذه الحكومة بإخراج البلد من أزمته وموضع الأمور على السكة أقول ذلك للأسف الكل يعلم بأن هناك الكثير من المراجعات من قبل الصندوق المجتمع الدولي الذي يريد مساعدة سيد حجر قبل الحديث قبل الحديث عن هذا المجتمع الدولي والذي يرجى لبنانيين أن يساعد في ظل هذه الأزمة الاقتصادية والسياسية الرهنة ولكن قبل ذلك من 33 مليار دولار في أوائل هذا الشهر كان احتياطي مصر في لبنان وصلنا إلى 31 الآن ونحن على بعد أقل من أسبوع على نهاية هذا الشهر كيف سينعكس على الأسعار وكيف سينعكس على حياة المواطن اللبناني الذي يعاني أساساً مثلما ذكرت سيد الحجار من البطالة من وضعاً اقتصادي متردي يعني هنا أنا أريد أن أكون مباشراً وصريحاً في جوابي على سؤالك لا أريد أن أقول شيء لا يعكس حقيقة الوضع قلت لك بأن الوضع الاقتصادي يزداد سوءاً يوماً بعد يوم طالما الحكومة لم تأخذ المبادرة ولم تقوم بما هو مطلوب منها وتدعي إنجاز 97% من أهدافها يعني بينما كل العالم ترى هذه المؤشرات وحتى هذا المجتمع الدولي يرى بأن الحكومة لا تقدم على المطلوب منها وأخيرها كان وزير الخارجية الفرنسي وكان ربما قاسياً بعد الشيء في حديثه مع المسؤولين اللبنانيين طالما هناك هذه الحالة الأوضاع تتدهور يوماً بعد يوم الحديث عن 31 مليار أنا بتقديري هل هذا 31 مليار هو فعلاً موجود لدى المصرف المركزي بمعنى أنه يستطيع تحريك هذا الكم من الأموال قطعاً لا أنا باعتقادي ليس هناك أكثر من 18 مليار دولار يمكن للمصرف المركزي أن يتحرك به وهذا 18 مليار دولار إذا استمر في سياسة الدعم دون أن يكون هناك إيرادات دون أن يكون هناك تدفقات مالية على لبنان قطعاً سيصلس الأمر إلى مكان لا إمكانية للدعم وبالتالي ثورة اجتماعية كبيرة أقول ذلك في ظل كذلك دعني أقول أمر ربما هناك مؤشر ربما بعض الشيء مشجع هو في تكيف المواطن اللبناني مع الأزمة التي يعيشها ودليلي في ذلك هو في هذا الخفاض في ميزان المدفوعات في عجز ميزان المدفوعات إن كان في الميزان التجاري أم إن كان في الحسابات الجارية مثلاً اليوم استيراد لبنان اللبناني يستورد سنوياً بما هو معدله 20 مليار دولار اليوم المقدر بأنه أن يكون حجم الاستيراد خلال هذه السنة 12 مليار دولار وربما أقل وهذا يدل على أن هناك قطاع خاص يقوم بدوره في هذا الإطار وهناك مواطن لبناني ربما يحاول أن يتكيف مع هذه الأزمة فيخفض نعم إذن سيد الحجر إذن المؤشر الإيجابي الوحيد عند المواطن اللبناني ولكن ليست تمتعي مؤشرات تخص الحكومة مؤشرات على الإصلاح مثلاً يعني هذا مثل قلت هذا اللي قلت لذات أن أقوله يعني هنا يعني ما أقوله لا يجافي الواقع هو الحقيقة كما يراها كل مواطن لبناني وكما يعيش كما يعني يشهدها كل من يتابع الوضع اللبناني المواطن اللبناني يقوم ببعض مما هو مطلوب منه بينما الحكومة لا تقدم على شيء يعني الحكومة للأسف قالها لدريان منذ يومين وزير الخارجية الفرنسي عندما آت إلى لبنان قال بأن هناك أمرين اثنين أو شرطين اثنين لكي يتمكن هذا المجتمع الدولي من مساعدة لبنان وقالها بصريح العبارة لكي يتمكن من مساعدتكم وساعدوا أنفسكم ليساعدكم الله استعمل مثل فرنسي في هذا الإطار يعني طالما أن الحكومة لم تلجأ في شق السياسي لم تقوم بدورها في أن ينقى لبنان بنفسه عن مشاكل وأن يمنع حزب الله من التدخل في الشؤون الخارجية في المنطقة في الدول العربية وفي دول أخرى وطالما أن الحكومة لم تقدم على الإصلاحات المطلوبة وفي مقدمة هذه الإصلاحات موضوع الكهرباء التي لوحدها تشكل أكثر من نصف الدين العام ليس هناك من أمل بإصلاح الوضع في لبنان كنت معنا من جبل لبنان عضو كتلة المستقبل في البرلمان اللبناني نائب محمد الحجر شكرا جزيلا لكم إذاً تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها كما يمكنكم زاية الموقع الالكتروني الحدث دات نات إذن هذه الساعة الأولى من حدث اليوم تنقاكم على سساعة ثانية ملفات أخرى تفتح لي النقاش من أبرز هذه الملفات التطورات الليبية بالإضافة إلى تطورات في السودان السلام عليكم اشتركوا في القناة اتفاق الرياض اتفاق الرياض هو هدفها الرئيسي ويعادة الأمن واستقرار ويعادة تفعيل مع الشات الدولة لدينا صور حصرية لانتزاعه مجموعة من الألغام التي وطعتها المنشيات لماذا هناك أزمة بإصال المساعدات لهؤلاء نجب أن تنتهي الحالة الشادة الموجودة الآن بالجنوب الحوثيون يستهدفون جيل بأمور في هذا الوجود استخدم ثمان طائرات مسيرة إلى أي حد يعتبر ذلك اشتركوا في القناة البداية كانت حدثاً هو الأضخم في العقود الأخيرة الانطلاقة كانت حدثاً هو الأسرع في تاريخ شبكات الأخبار العربية كيف أصبحنا الحدث؟ ببساطة كنا هناك أين كان الحدث أينما كان وقت ما كان كنا فعلياً هناك على الأرض في موقع لأننا قادرون على المتابعة والتغطية الحية والفورية على مدار الساعة لأننا ننفرد بالوجود في بس إخباري متصر لأربع وعشرين ساعة لأننا نطرح الأسئلة الأدق للحصول على إجابات أكثر دقة أصبحنا الحدث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موجهات النظر المختلفة حول الكاظي والملامح الأولى بالسياسته مطالب الناس هذه المطالب أمانة في أعناقنا المشكلة القوى السياسية ما زالت هي مذعنة في موضوعة المحاصصة الشعب العراقي يرفق الطائفية ويرفق الفرسنة لا خيار لنا إلا بحسر السلاح بيد الدولة السيد الكاظمي عازم على موضوع التقويض الفساد نحن أمام إجراءات غير مسبوقة أخلاق كام قطع للطرقات المحاصصة إلى أي مدى فعلا يمكن تجاوز هذه العقدة الكبيرة في العراق هذا قرار المفروض يتخذك سيد رئيسي وزراء أما تكون مع الشعب أو تكون مع الأحزاب من يملك السلاح يملك السياسة في العراق كيف سيتعامل معها رئيس وزراء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم إلى الساعة ثانية من حدث الذي نصلت في الضوعة لأبرز الأحدث في هذا اليوم قصتنا الأولى كانت من تونس وكان في تطوصيلها مشاورات الساعة الأخيرة تحدد هوية رئيس الحكومة المقبل وقصر قرطاج أمام خيارة شائكة بحثا عن التوافق أما القصة الثانية فكانت من العراق وفي تفاصيلها الجيش يتولى المهمات الأمنية في أربعة عشر منفذا حدوديا والكاضيين يمنحه صلاحية مكافحة الفساد وإهدار المال العامة أما القصة الثالثة فستكون من السودان وفي تفاصيلها عقد تحالف قوى الحرية والتغيير ينفرض تجمع المهنيين يسحب اعترافه وينسحب ودعوات لإعادة هيكلته أما القصة الرابعة فستكون من ليبيا وفي تفاصيلها الجيش يعلن استكمال انتشاره ونصب منظومات دفاع الجوي غرب سرد والميليشيات واصل تدفقها تحت ستار حكومة الوفاقة السلام عليكم أزمة صامتة داخل تجمع المهنيين السودانيين بدأت بخلاف حول انتخابات وصفت بغير القانونية لتتحول إلى تهديد حقيقي لتحالف قوى الحرية والتغيير تجمع المهنيين أعلن اليوم انسحابه من اتلاف قوى الحرية والتغيير وأعلن سحب اعترافه بكل الهياكل القائمة على أسها المجلس المركزي للحرية والتغيير لتجاوزاتها ومفارقتها بند الإعلان بحسب بيان التجمع أدعى البيان لمؤتمر عاجل القوى الثورية الموقعة على إعلان الحرية والتغيير للتباحث حول إعادة بناء وهيكلة الحرية والتغيير لتصبح معبرة عن القوى صاحبة المصلحة في حماية مكتسبات ثورة ديسمبر أوضح بيان تجمع المهنيين أن إعلان الحرية والتغيير كان وثيقة توافقت عليها القوى السياسية والمدنية قبل أن تبدأ التباينات في المواقف بالإضافة إلى وقوع تجاوزات وأخطاء كبيرة في مسار التفاوض مع المجلس العسكري أفضت إلى توقيع اتفاق سياسي لا يرضي التطلعات بحسب البيان وضف البيان أن أداء قوى الحرية والتغيير منذ أبريل 2019 اتسمى بالارتباك وبتغليب المصالح ديقة على المصالح الاستراتيجية الكبرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قمت بحسبة جدا لشارع السوداني عموما لأن الشارع السوداني يكون خلاص ينجز السورة ومنتظر مجموعة خدمات ومجموعة آمال وإحلام عريضة موجودة على مستوى السودان كله المفروض في الفترة دي ما يكون في أي انسحاب ولا يتحرك من أي غوة سياسية أن الوقت دا يعني الناس كلها محتاجة لبعض يعني جمع المهنيين انسحاب انسحاب الفترة دي غلط دا ينسحاب في الوقت ده غلط خروج تجمع المهنيين من إعلان الحرية والتغييرين بفتكر والله يا أخي الحاجة دي طبيعية جدا جدا في ظل التجمع أصلا هول بدل حراك من ديسمبر في 18 وهول غاد الشارع وهول ملك الشارع زي ما بقول أنا أفتكر خروج تجمع المهنيين من إعلان الفرية والتغيير هو تاخر جدا فأنا أفتكر أنه تجمع المهنيين يواصل حراكه في الشوارع بمواقع نظيمة تاني من جديد إلى حين تكوين حكومة مستغلة بعيدا على أحزاب حكومة كفاد لفتر التغالية بعد ذلك تقوم بعد هذه الخبات الشارع وفي أحدث رد فال لتجمعات النسائية السودانية على اختيار حكام الولايات السودانية من المدنيين عبرت ناشطات من التجمعات النسوية عن خيبة أملها في قوى الحرية والتغيير ومن ورائها الحكومة في اختيارها حاكمتين أثنتين فقط من بين ثمانية عشرة حاكما للولايات السودانية غير مرضي بالنسبة لنا نسبة 2 من 18 والي في ولايات السودان نسبة الأربعين في المئة هي حد أدنى بالنسبة لنا لكن هي ما الحد المطلوب بالنسبة للحركة النسوية نحن نحارب عقلية يعني للأسف أقول إنها عقلية زكورية لما نجي للتكسيم بتاع السلطات دائما تقصى النساء والحالة دي بالمناسبة هي تاريخية موجودة لكن نحن مع ثورة تسمبر مرفوضة بالنسبة لنا ومن الخرطون ينضم إلينا نور الدين صلاح الدين عضو المكتب المركزي لحزب المؤتمر السوداني والقيادي في الحرية والتغيير السيد صلاح الدين أهلا بك على شاشة الحدث وضيفا على برنامج حدث اليوم مرة أخرى إذن اليوم نتحدث عن تطور جديد في الساحة السودانية سياسيا نتحدث عن هذا الخلاف بين تجمع المهنيين وبين قوى الحرية والتغيير بداية كيف تعلقون وتفسرون هذا الخلاف هذا الانسحاب لا أعتقد أنه خلاف ما بين تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير إذا أردنا أن نتحدث عن الأزمة بشكل واضح وبشكل صريح هناك أزمة داخل تجمع المهنيين نفسه تجمع المهنيين يعاني حالة انقسام فهناك الآن جسمين يتحدثان باسم تجمع المهنيين هذا يجب أن نعرفه لكي نكون دقيقين في وصف الوضع الموجود الآن في العلاقة ما بين تجمع المهنيين بالجسمين الموجودين الآن وما بين قوى الحرية والتغيير إذا أردنا أن نتحدث بوضوع أكثر يجب أن نؤكد على أن الخلاف رغم أنه يظهر في شكله العام على أساس أنه خلاف تنظيمي ليس هذا وصف دقيقة الوصف الصحيح أن هناك خلاف سياسي خلاف سياسي للأسف التجمع المهنيين وقع في براث حالة انقسام على أساس مواقف سياسية انحيازات ما لصالح تنظيمات سياسية بعينها التباين حتى نتحدث بشكل واضح أكثر التباين هو في نظرتنا الآن لما هو عليه حال الفترة الانتقالية هناك فريق ينظر إلى أن ما تم إنجازه خلال الفترة الانتقالية فيه ما هو جيد فيه ما هو خاطئ أو ليس بالجيد لكن رغم الوضع الذي نعيشه الآن يمكن أن نتقدم ونذهب إلى الأمام لنجود ما هو صحيح ولكي نتجاوز ما هو خاطئ نعم سيد نوردين تتحدث بأن مرض هي رافضة للشراكة ما بين نعم ولكن دعني أشير إلى هذه النقطة فقط سيد نوردين أشرت بأن مرض هذا الخلاف ربما تباين في وجهات النظر داخل تجمع المهنيين ولكن ليس مع قوى الحرية والتغيير ولكن هذا الهيكل الجديد هذا الجسم الجديد لتجمع المهنيين يتحدث عن مشاكل داخل قوى الحرية والتغيير لا يتحدث عن الجسم القديم لتجمع المهنيين يتحدث عن أخطاء في مسار التفاوض مع المجلس العسكري عن اتفاق سياسي غير مرضي يتحدث كذلك عن تباينات داخل قوى الحرية والتغيير هذا تفسير المعلن وفق البيان نعم وهذا ما كنت أريد الحديث عنه والإشارة عليه والإشارة إليه وقد بدأت أساسا في التمهيد لهذا الرأي الآن هناك جسمان لتجمع المهنيين سواء نحن في حزب المؤتمر السوداني أو في قوى الحرية والتغيير وتحدث عن موقف المجلس المركز للقوى الحرية والتغيير هو لم ينحز لأي طرف من الأطراف هو تحدث عن أن هناك فعلا توجد بعض الأخطاء في المسيرة سواء من الناحية تحديدا من الناحية التنظيمية والآن تقوم وكل الأطراف يعني كل الطرفين في تجمع المهنيين يعلم الخطوات التي يتم الترتيب لها من خلال عقد مؤتمر تنظيمي لهذا نحن نستغرب هذه الخطوة المفاجئة من أحد أطراف تجمع المهنيين التباين في المواقف السياسية فعلا هو جزء من هذه الأزمة أحد التيارات الموجودة الآن في تجمع المهنيين أو التيار الذي قام اليوم بإعلان موقف من قوى الحرية والتغيير له رأي سالف مقتضى الشراكة الموجودة الآن بين القوى الرئيسية في المشهد السياسي السوداني وأعني بها قوى الحرية والتغيير وأعني بها المكون العسكري داخل المجلس السيادة وهو يريد أن نبدأ من الصفر وأن نهد المعبد على ما عليه فهذا الموقف لا تتفق فيه قوى الحرية والتغيير قوى الحرية والتغيير ترى وجوب إيجاد صيغة للمراجعات السياسية في حالة وجود إخفاقات الوضع التنظيمي داخل الحرية والتغيير هناك أطراف عدة لا ترى أنه الوضعية المثالية لكن ذلك لا يعني قطع الصلة ما بين مكونات هذا التحالف هذا التحالف هو تحالف مهم للغاية وهو ربما يكون التحالف الأهم في تاريخ السودان الحديث في النهاية نرى أن المجموعة التي قامت اليوم بإعلام موقف تجاه قوى الحرية والتغيير هي لا تعبر عن قوى تجمع المهنيين السودانيين بشكل صحيح هي مجموعة تعاني من حالة اختطاف لتيار سياسي محدد هذا التيار السياسي لا يريد أن ينضي مسار الثورة بالشكل المرتضى والمتوافق عليه من خلال ما نصت عليه الوثيقة الدستورية من مهام من كيفية دناء إذن هذا موقف الحكم المدني هذا هو الوضع الصحيح إذن سيد صلاح الدين هذا موقف حرية والتغيير من هذا الجسم الجديد لتجمع المهنيين ولكن حتى وين كان هذا الموقف الرافض لهذا الجسم الجديد ولكن الالتقادات حتى في الشارع ربما استمعت معنا قبل قليل لحديث بعض المواطنين ثم تحديث عن تأخر في خطوة تجمع المهنيين حديث آخر عن محاصصة سياسية بدأت تظهر أكثر داخل قوى الحرية والتغيير كيف تردون؟ أنا لا أقول أن ما ذكرته الآن هو موقف المجلس المركزي للحرية والتغيير موقف المجلس المركزي للحرية والتغيير هو موقف قائم على الحياد بين الطرفين الذين يتحدثان الآن باسم تجمع المهنيين السودانيين مقاعد تجمع المهنيين المخصصة له داخل المجلس الحرية والتغيير هي مواقع الشاغرة وستظل الشاغرة إلى أن تصل اللجنة المكونة من قبل الحرية والتغيير لرأب الصدع بين الفريقين الذين يتحدثان الآن باسم الحرية والتغيير ما أريد الإشارة إليه والتأكيد عليه أن الطرف الذي قام الآن بعملية الانسحاب هو أقدم على خطوة غير موفقة أعتقد أن هذه الخطوة تزيد حالة الشقاق بين مكونات المشهد السياسي السوداني وخصوصا أنها لا تعبر عن المهنيين بالأصالة وإنما تعبر عن تيار سياسي محدد له مواقف تجاه الوثيقة الدستورية وتجاه الأطراف الشريكة في صناعة هذه الثورة وبالتالي نجد أنفسنا في حالة من الأسف لهذا الموقف الذي نرى أنه يغيب المصلحة الوطنية لصالح أجندة حزبية ضيقة قبل قليل اطلعنا على بيانات واسعة لتنسيقيات أو لمكاتب تجمع المهنيين من عدة ولايات كل هذه التنسيقيات لتجمع المهنيين في عدد من الولايات تحدثت عن أنها تدعم الشراكة الحالية داخل قوى الحرية والتغيير وعن دعمها للحكومة الانتقالية بل وأكثر من ذلك ذهبت إلى تأييدها لخطوة إعلان الولاء التي تمت قبل ثلاثة أيام فبالتالي هو بغض النظر عن موقف المجلس المركزي لحرية والتغيير تجاه طرفي الصراع داخل تجمع المهنيين إلا أن هذه المجموعة التي اتخذت هذا الموقف هي مجموعة معزولة مجموعة تعبر عن نفسها ومجموعة تردخ للتوجه يخدم أجندة حزبية محددة أجندة حزبية وفي غياب صراحة الرأي الآخر دعني أنقل فقط الانتقادات حتى هذه المرة السيد صلاح الدين كنتم منذ أسبوع ترفضون طريقة تعيين حكام الولايات في السودان ولكن من بين الانتقادات الآن أنكم غيرتم موقفكم ورأيكم كيف تردون كذلك على هذا الانتقاد على تغيير في المواقف السريع؟ لم يحدث أي تغيير في الآلية أساسا الوثيقة الدستورية تحدثت بشكل واضح وسريح أن سلطة تعيين الولا هي سلطة من اختصاص السيد رئيس الوزراء هو الذي يقوم بعمليات الاختيار والذي يقوم بعملية تقديم هذه الاختيارات إلى مجلس السيادة لكي يقوم باعتمادها إذن من الناحية الإجرائية ألم ترفضوا في البداية سيد صلاح الدين هذه الطريقة والمشاركة في هذه السلطة؟ ألم ترفضوا في البداية هذا الأمر؟ إذا كنت تانين حزب المؤتمر السوداني بهذا السؤال وليس حزب المؤتمر والتغيير حزب المؤتمر السوداني بالفعل تحديدا في مايو من العام الماضي كان قد أصدر مجلسه المركزي قرارا بعدم المشاركة في هياكل السلطة على المستوى المركزي أو على المستوى القومي هذا القرار وبعد تسعة أشهر من قيام وإنشاء الحكومة الانتقالية قمنا بمراجعة الوضع السياسي العام نعتقد أن الحكومة بحاجة إلى حالة إسناد سياسي أن الحكومة تحتاج إلى بث دماء جديد فوقها أن الحزب نفسه بما مملكه من رؤى وما ممتلكه من قدرات بعيد عن المشاركة الأصيلة في صناعة القرار السياسي داخل مؤسسات الحكومة عملية هذه المراجعة تتزامن كذلك مع قرار أو مع نتيجة تمخطت عنها مفاوضات السلام مع الجبهة الثورية والتي بموجبها تتحدث عن مشاركة سياسية واضحة داخل هياكل السلطة فهناك كذلك أحزاب قامت بالمشاركة في هياكل السلطة منذ وقت مبكر فكل هذه المسائل دعتنا إلى مراجعة قرارنا السابق وتحت مدولات داخلية توصلنا إلى أن الرأي الراجح هو أن نساهم في دعم الحكومة الانتقالية إذن تنفون سيد صلاح الدين أن يكون هذا الأمر نعم إذن تنفون أنتم في الحزب سيد صلاح الدين يكون هذا ضرب أو شكل من أشكال المحاصصة أو مقاسمة السلطة مثل ما يعتقد البعض وينتقدونكم على هذا الأمر لا أعتقد أن في المسألة أن الوضع هو وضع محاصصة كل ما في الـ يعني إذا كنا تحدثنا أو نتحدث عن تخصيص وزارات بعينها وتحديد أرقام بعينها لصالح حزب سياسي محدد وتخصيص مقاعد وزارية أخرى لصالح حزب سياسي محدد هذا يعني أننا في وضع يمكن وصفه بالمحاصصة لكن ما يحدث الآن أننا وافقنا بالمشاركة في الحكومة التنفيذية على المستوى القومي وسوف ندفع بمن نراهم يحملون كفاءات وجدارات على مستوى الحكومة الانتقالية وفي التوقيت الذي نراه مناسب إذا كان هناك من يحمل الكفاءة والجدارة كي يكون في منصب وزاري فهذا لأنه هو يستحق أن يكون كذلك وليس لأنه ينتمي إلى حزب سياسي بعينه ربما يكون هناك عضو واحد ينتمي إلى حزب مطماري وربما يكون هناك خمسة أعضاء المسألة هي خاضعة للتشاور والجدارات التي يجب أن يحملها أي مرشح إلى أي منصب وزاري بعينه من الخرطوم كنت معنا نور الدين صلاح الدين عضو المكتب المركزي لحزب المؤتمر السوداني وقيادي فالحرية والتغيير شكرا جزيلا لك ولمناقشة هذا الملف كذلك لفهم كل الصورة السودانية الآن من الخطوم ينضم إلينا أشرف عبد العزيز رئيس سحري صحيفة الجريدة السيد عبد العزيز أهلا بك على شاشة الحدث ومرة أخرى ضيفا على برنامج حدث اليوم إذن استمعت معنا لسيد صلاح الدين عضو المكتب المركزي لحزب المؤتمر السوداني كان يقول أن هذه الجماعة التي أصدرت هذا البيان بيان الانسحاب من قوى الحرية والتغيير هي جماعة معزولة وأن الخلاف الآن داخل تجمع المهنيين السودانيين هل يمكن بالفعل توصيف الأمر بهذه الطريقة أم القراءة مختلفة من قبلك سيد عبد العزيز بحكم الواقع وبحكم المتابعة والمراقبة من الجانب المهن الصحفي في تقديري أن هناك توازن في القوى بين المجموعاتين ولكن المجموعة المنتخبة الحالية التي قامت بإصدار هذا البيان هي الأكثر تأثيرا وهي التي لديها السلطة للتحدث بإسم المهنيين باعتبار أنها تنطلق من باب أنها مجموعة منتخبة وهذا ليس هو البيان الأول في هذا الصدد فقد كان هناك بيان آخر قبله في 3 يوليو الجاري نعم والخلاف حتى قبل تجمع المهنيين كان الخلاف أيضا والانسحاب من حزب الأمة الذي انسحب من قوى الحرية والتغيير ألا تعتقد بأنه بين هذا الأمر هذه الانسحابات تستنزف حكومة حمدوك هذه الخلافات توضح المدى الكبير إلى تباين في جهة النظر داخل الحاضنة السياسية لحكومة رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك خاصة وأن قوى الحرية والتغيير هي عبارة عن فسيفساء وليس حزبا واحدا وهي عبارة عن أكثر من مئة حزب ومنظومة ومؤسسة تنضوي تحت هذا التحالف الواسع ولكن هذه الخلافات الآن أصبحت هي خارج إطار قوى الحرية والتغيير باعتبار أن حزب الأمة جمّن نشاطه في الحرية والتغيير وعندما أعلن انسحابه ورفضه للمشاركة في الحكم الولاي كان هو قد قدم قائمة منفردة وليس من ضمن قائمة قوى الحرية والتغيير وهذا يعني أنه الآن أصبح بعيدا شيئا ما عن قوى الحرية والتغيير أما تجمع المهنيين السودانين أيضا كان في السالس من يوريو قد ألمح بأنه قد انسحب من قوى الحرية والتغيير وهياكل الحكومة وطالب أيضا بأن لا يمثله في مجلس المحامين محمد حسن عربي الذي الآن أصبح حواليا لشمال دارفور ويعتبر من جبن المجموعة الأخرى وكذلك الآن عزز منقفه بشكل سابت للمرة الثانية لأن هناك تدعيات جديدة في الأمر وهي أنه لم تتم مشورته باعتبار أنه يمثر ركنا أساسيا في المعادلة السياسية بالنسبة للحاضن السياسية وهذا استدعاه لإجترار كثير من الأسباب السابقة التي تمثل تيار محدد ربما هو ليس تيارا معزولا ولكن هو تيار موجود حتى في داقي القوى الحرية والتغيير والذي كان ينادي بأن يتم يعني الاستماع لكل مطلوبات السورة والاستجابة إليها وينفازها بسرعة ولوه رأي حتى في شكل الشراكة الماسلة بين المكون العسكري والمكون المدني نعم هذا الجسم الجديد يتجمع المهنيين يطالب الآن في هذا البيان الصادر اليوم يطالب بتنظيم مؤتمر عاجل القوى الموقعة على إعلان قوى الحرية والتغيير اللي يتباحث حول إعادة بناء هذا الهيكل السياسي السوداني قوى الحرية والتغيير هل تعتقد بأن هذا الأمر وارد وممكن إعادة هيكل قوى الحرية والتغيير أم أن الخلاف ربما سيحل في مرحلة ما السيد عبد العزيز إذن خلال تقني كذلك من المصدر من السودان كان معنا أشرف عبد العزيز رئيس تحري صحيفة الجريدة شكرا جزيلا لك وحدث اليوم مستمر وفيه أيضا النايب والعام الأردني يوقف عمل نقابة المعلمين لمدة عامين ومذكرة تحضر بحق أعضائها ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة لأننا قادرون على المتابعة والتغطية الحية والفورية على مدار الساعة لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصل لأربع وعشرين ساعة أصبحنا الحدث سنوات من العمل الإخباري في ساحة المعارك والأحداث مع رحلات الهروب والخوف مشاهد أكبر من القدرة على التعبير صور لا تفارق الذاكرة ستطوى كعادتها جميع الصفحات لا يبقى إلا الإنسان أهلا بكم من جديد أعلنت غرفة عمليات قيادة الجيش الوطني الليبي عن انتهائها من نشو حدثها العسكرية غرب مدينة سرد بمواقع متقدمة ما بعد منطقة الجفرة وذلك تحسبا لأي هجوم محتمل قد تشنه ميليشيات حكومة الوفاق في الأجام المقبلة بحسب معلوماتي للحدث فإن قيادة الجيش أن تركيب منظومات دفاع جوي متطورة لصد أي هجوم جوي محتمل قد يرافق التحركات البرية من قبلها الميليشيات في المقابل تواصل ميليشيات الوفاق حشد عناصرها منذ ساعات الصباح لما يتواصل تدفق المرتزقة الذين يتم إرسالهم إلى مناطق وسط ليبيا كما كشفت مصادر والحدث من داخل مطار مصراتة عن وصول طائرتين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تحملان مئتين وأربعة وثلاثين من المرتزقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وضيف المرة أخرى على برنامج حدث اليوم أعلنتم في الجيش الليبي عن انتهاء من الشوحدات عسكرية غرب السرط وما بعد الجفرة ما الذي يجهز حقيقة؟ هل نتحدث عن منظومة دفاع جوي مختلفة؟ أسلحة مختلفة وجديدة؟ أم نتحدث عن المنظومات المعلنة أو المعلن عنها سابقا؟ طبعا نحن خلال قطيرة المدة الماضية نستعد لدفاع عن قوت الليبيين والهلال النفطي برا وبحرا وجوا من الأيام الماضية تم نشر بعض الوحدات البحرية الزوارق السريعة وغيرها لمراقبة الشاطي نظرا لأن الجبهة يوجد فيها ساحل أحري وبالتالي من الممكن أن يكون هناك عمليات عسكرية في هذا الجانب أيضا جويا وهذا ما تعتمد عليه الميليشيات المرتزقة وذلك من خلال الطائرات المسيرة والتي تحتاج إلى منظومة معينة من الدفاع الجوي طبعا قدراتنا بالنسبة للدفاع الجوي يقوم خبرائنا أيضا بتطوير العديد منها للتعامل مع الأهداف خصوصا مع الخبرة التي اكتسبناها في التعامل مع هذه الطائرات وبالنسبة للجانب البري نحن نملك القدرة دائما على المقارعة والتجربة أثبتت كفاءة وعلو كعب قواتنا وشجاعتهم وبسالتهم أمام طبعا هذه العداد المتزايدة التي وصلت أخيرا إلى أسدادة وإلى المشروع الزراعي في أبو جرين وتمركزت بالغابة والتي تتزايد طبعا مع وصول عديد من المرتزقة الذين يتوافدون والذين تحقق من خلالهم تركيا أكثر من مكسب المكسب الأول الاقتصادي وهو المبالغ التي تدفع من الخزينة الليبية مقابل كل مرتزق والجانب الآخر هو التخلص من هؤلاء المرتزقة من المنطقة لأنهم سيكونون في المستقبل رصد حشد جديد لقوات الوفاق على مقربة من السرط والجفرة نريد معلومات أكثر عن تمركز هؤلاء وما الأسلحة التي تصلهم من تركيا أو التي يحضرون ويجهزون لسخدامها ضدكم نفق المعلومات المتوفرة قلت لك الأماكن هم يتوافدون طبعا في الآن المشروع الزراعي بمنطقة بو جرين منطقة السدادة وأيضا في اتجاه الجنوب فيما يعرف بمنطقة الشويرف وهذه المناطق التي يحاولون أن يتواجدوا فيها بشكل أو بآخر من خلال مجموعات متقطعة لتتجمع بعد ذلك وتشكل قوة أو رتل طبعا بحذر شديد نظر لأن المنطقة مراقبة من قواتنا وهناك خط طبعا التقدم فيه يتم بالتأكيد التعامل مع أي قوة تتقدم حول هذه المنطقة التي حددناها والتي هي أرض مفتوحة يمكن التعامل مع أي رتل أو أي وحدات آخر ما طبعا تم من تصعيد من الأتراك هو رسال طائرات تصوير تم استياد طائرة والتصدي وإسقاطها والطائرة الأخرى طبعا عادت قبل أن يتم إصابتها ولم يتم بعد ذلك أي محاولة من هذا النوع طبعا هذه المحاولة معروفة هي استطلاع محاولة معرفة تمركزات قواتنا وما إلى ذلك وهذه مسائل معروفة في الواقع الميداني بالنسبة للتعبية العسكرية كمقدمة لأعمال ربما تمهيدية بضربات جوية أو شيء من هذا القبيل وكل هذه الأمور أصبحت الآن محسوبة وكل غرف عملياتنا تعمل من خلال المراقبة وطبعا أعداد أرضية لكل ما يمكن أن يتوقع أن تقوم به هذه القوات التي هي من الملتزقة والتي تقاد بغرف عمليات تركية حيث أن الأتراك كما لاحظنا المدى الأخيرة لم يعودوا حتى ميليشيات الليبية لا يوجد منهم أحد أعداد لا تذكر خصوصا أنه لا يوجد أعداد يعني بالرقم من الممكن يؤثر في أي مساحة من المعاركة والعمال العسكرية وبالتالي هم باعتماد كامل على المرتزقة نعم سيادة العميد واضحة على مدى تأنام نعم سيادة العميد رغم الحجد والحجد المقابل ولكن يوجد الحديث في الأيام الماضية عن إمكانيات العودة إلى مسارات سياسية وعسكرية لنتحدث عن الشقة العسكري هل من موعد محدد أو إطار وجدوى المحدد للعودة لمفاوضات 5 زي 5 العسكرية طبعا هي 5 زي 5 طبعا لازالت مستمر تم عقد طبعا جلسات منفردة بين الطرفين بالنسبة للطرف الليبي وأيضا بالنسبة للخوات المسلحة طبعا من طرف الليبي والطرف الآخر طبعا تتواصل معه البعتة وهو الآن كما نعرف محكوم بالإرادة التركية وبالقرار التركي ولكن طبعا هناك رغبة دولية في الاتجاه في هذا السياق ونحن مع مخرجات برليل لأنها تحقق ما يريدها الليبيين ولا بأس أن نستمر فيه نعم ولكن حكومة الوفاق سيادة العميد تحدثت عن وقف مشروط تحدثت عن وقف النار ولكن وفق شروط أن ينسحب الجيش إلى مناطق لا يمكنهم من خلالها شن هجوم جديد هكذا تقول الوفاق كيف تعلقون على هذا الشرط وعلى هذا ربما وقف النار المشروط مثل ما ذكرنا نعم هو طبعا كما قلت لك نحن مقتنعين تماما أن من نفاوضه هو الأتراك نحن لا نتعامل لا يوجد قرار لهؤلاء لكن بما أن المسألة هي مسألة فصل قوات هذه مسائل تفصيلية تفنية لها علاقة ببرامج على الأرض تتعلق بمدى القوات ومدى النيران قصد مدى نيران القوات وما إلى ذلك لكن مسألة أن تنسحب هكذا لفظ فضفاض مفتوح أولا هذا الجيش الوطني من حقها أن يتواجد في أي مكان في ليبيا هذا هو الجيش الليبي ولكن بما أن المسألة كما هي عليه الآن نحن نقول أن الخط الأحمر لا يمكن التنازل عليه وهذه مسألة حسمت وانتهى أمرها إذا كان هناك فصل لقوات أو شيء من هذا الخبيل يجب أن يتم وفق ما يحقق المبتغى الذي يهم الليبيين وليس ما يحقق المبتغى الذي يهم عصابة الوفاق وتركيا التي تسعى إلى فرض إرادة معينة خصوصا وأن عينها على الهلال النفطي هذه المنطقة التي حلمت بها ولم تستطع الوصول إليها نعم إذن لغاية الآن سيادة العميد تصرون على الخطوط الحمر سيرت والجفرة هل نقلت إليكم رسائل واضحة من الموسطى بضرورة الانسحاب مقابل وقف النار وقف أي عملية على سيرت وإلى أين تنسحبون أو على الأقل أعرض عليكم الانسحاب هذه مسائل كما قلت لك البعثة تتحدث عن نقاط تنقل وجهات نظر ولا أعتقد أن ما ينقل هو يعني كلام نهائي لكن هو أنقل وجهات نظر ونحن قرارنا واضح ولا تراجع عنه وإذا كان هناك كما يقول وما يتردد فلماذا لا يكون الانسحاب في اتجاه الغرب لماذا يكون في اتجاه الشرق نعم ولكن تتحدثون عن البحث وصوصا أن المنطقة المتنازع عليها أساسا طرابلس نعم ولكن تقولون أن المنطقة المتنازع عليها طرابلس ولكن في الأيام الماضية ألم تنقل الأزمة وتنقل كذلك المعارك وتتقدم إلى سيرت والجفرة لهذا نسأل هن نقلت إليكم رسائل ولا نتحدث عن البحثة الأممية فقط وإنما حتى عن وسطاء روس أو ربما أمريكيين أو أوروبيين الهنال النفطي هدف استراتيجي والآن هو موجود تحت يد القوات المسلحة ولا أعتقد أن الأتراك وصلوا إلى مرحلة أنهم حققوا النصر الذي يحق لهم من خلاله أن يأمروا أو يطلبوا مثل هذه الطرابات نحن إرادتنا واضحة الجيش والشعب وكل الليبيين الأحرار يرفضون تماما أن تكون هناك مثل هذه النقطة وأن تتحقق هذه السيطرة أو تواجد التركي أو فسح المجال لهذا الجانب المشكلة ليست في النفط ومن يحرص النفط وهذه الأمور المشكلة مركبة أكثر من ذلك ولكن هكذا هو تمييع بعض المواضيع من قبل هؤلاء والأخوان الذين يديرون هذا الصراع في هذه المعركة هو ما وصلنا إلى هذه النقطة نحن عندما تحدثنا أو تحركنا إلى طرابلس كانت هناك ست جلسات للاتفاق على حل المشكلة الأمني الليبي وهو تفكيك الميليشيات وغيرها وتم رفض ذلك وعندما تجد القوانة المسلحة إلى طرابلس تم عرض هذا الموضوع تم اتفاق عليه في مخرجات برلين ونحن مع مخرجات برلين الالتفاف عليها ودهاب إلى نقاط أخرى الآن غير مخرجات برلين إذن نحن لا نتقيد بمخرجات برلين وطالما أن المخرجات تقول أن تفكيك الميليشيات ووقف اطلاق النار وأجلاء المرتصقة هذه النقاط التي يجب أن تنقش أما أنسحابات ما أنسحابات هذه ليست من ضمن المخرجات حقيقة سيادة العميد يرجل الحديث حتى عن منطقة منزوعة السلاح هي فرضية متدولة على الأقل الإعلانيين وفق التقارير كذلك التي تسرب وحتى الحديث وفق مصادر عن أنها ربما مقترح غربي مقترحات كثيرة لأن هناك دول عديدة تتعارد طبعا المجتمع الدولي الآن هناك مرحلة أخرى تبنى في تحالفات جديدة وربما موضوع ليبيا أصبح يوضح النقل التي عليها الصراع الدولي لكن هذا كله هذا كله رغم كل هذه التجاذبات وما يحدث إلا أن لدينا توابط لا يمكن التفريط فيه نعم في الحديث عن التجاذبات الدولية وعن الفاعلين في لازمة الليبية الجيش الأمريكي كانت تهم روسيا أمس بنقل المزيد من العتاد والمقاتلين إلى صحات القتال في ليبيا كيف تردون على هذا الأمر على هذا الاتهام الأمريكي للروس وأنتم وسط هذه الأزمة الليبية تهمت روسيا الرد يأتي من روسيا ليس يأتي مننا نحن نعم ولكن الحديث دائما وتحدثنا عنه في السابق نعم ولكن الحديث دائما يجري عن دعم روسي ربما لي الجيش لهذا نسألك عن أي رد من الجيش الليبي والحديث عن نقل مثل ما يصفهم الجيش الدبلوماسية الأمريكي يصفهم بالمرتزقة الدبلوماسية الروسية أعتقد ردت عن هذا الموضوع وهم ممنعنيين طالما أن السؤال خرج من أمريكا إلى روسيا هل وصل مقاتلون روس إلى ليبيا؟ هل وصل عتاد روسي إلى ليبيا لكم في الجيش الليبي؟ أنا قلت لك أننا نحن استعننا بخبراء أنت تعرف تسليح الليبي كل روسي كل أسلحتنا روسية تسليح الجيش الليبي لا يوجد أسلحة غربية كل أسلحتنا روسية وبالتالي نحن لا بد أن نتعامل مع روسيا فيما يخص الصيانة وقطع غيار وغيرها من هذه الأمور التي ربما تحتاج إلى خبراء للمعونها لكن ما تتحدث عنه طبعا ما نتحدث عنه منقول بالصوت والصورة أما حكاية أن هناك مقاتلين ما مقاتلين هذا اتهام بدأ مبكرا تردده الإخوان كثيرا سواء كان على مستوى الروس والفاغنر أو سواء كان على مستوى الجنجويد أو على مستوى غيرهم من المستويات التي دائما تتردد ودائما تفتقد إلى الدليل بحيث أنك أنت تحدث عن أسرى وتحدث عن قبض على مقاتلين في الجبهة ولكن كل ذلك في النهاية يأتي يكون غير صحيح عاكس ما نتحدث نحن عنه ونظهره بالصوت والصورة وهو موجود بالأدلة ومرفق بتصريحات أيضا وعندما تحدثنا عن مرتزقة من سوريا تم القبض عليهم في الجبهات وهم موجودين وظهرناهم ونحن لا نتحدث هكذا جزافا أما عندما تتحدث الخارجية الأمريكية وتوجه كلامي لروسيا فبالتأكيد هذا يعني الجانبي نعم مرغازي كنت معنا العميد خالد المحجوم مودي إدارة التوجه المعنوي بالقوات المسلحة العربية ليبيا شكرا جزيلا لكم أصدر نائب عام عمال اليوم قررا بكفي يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين أعضاء الهيئة المركزية وهئة الفروع وإداراتها واخف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين وإصدار مذكرة إحضار بحق المشتكى عليهم من أعضاء مجلس النقابة تمهيدا لعرضهم على المدعي العام اعتذلك بعد نظر نيابة العامة في عدد من القضايا الجزائية التحقيقية بحق مجلس نقابة المعلمين بينها قضايا تتعلق بتجاوزات مالية لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالإضافة إلى اتهام مجلس النقابة ببث تصريحات تحريضية على وسائل التواصل الاجتماعي كما تقرر تشكيل لجنة مؤقتة لتسهيل أعمال النقابة إداريا وماليا اشتركوا في القناة أزمة المعلمين لم تطل هذه المرة مطالبة بعلاوة كانت هي النهاية قضائيا جاء الحكم بوقف نقابة المعلمين عن العمل وإغلاقها لمدة سنتين أسدل الستار عليهم قضائيا ربما بقضية تحركت بها الدولة لأسباب قانونية كما جاء في بيان الإغلاق الذي لم يتضمن أبعادا سياسية جاء هذا القرار امتثالا لأحكام القانون لأننا دولة مؤسسات ودولة قانون وباعتبار أن هناك مجموعة من القضايا التحقيقية التي يتم نظرها لدى النياب العام القانون هو الذي يتم تنفيذه باعتبار أنه هو الحكم دون أن تتدخل السلطة التنفيذية ودون أن تتدخل الأجهزة الأمنية أوضاع اقتصادية تأتت نتيجة أزمة كورونا قرارات حكومية شملت إيقاف جميع علوات العاملين في كافة أجهزة إلا أن نقابة المعلمين كانت الوحيدة التي رفضت إيقاف هذه العلاوة رغم الجائحة ولم يقف الأمر عند هذا الحد نحن الدولة نحن الدولة تهم أسندت لأعضاء مجلس النقابة الذي صدرت بحقهم مذكرات جلب شملت تجاوزات مالية وإجراءات تحريضية وأخرى متعلقة بفيديوهات صادرة عن نائب النقيب في الوقت الذي تعيش فيه البلاد قانون الدفاع ما وصلت إليه الأمور اليوم كان يتحمل مسؤوليتها المجلس نقابة المعلمين حيث أصر على التصعيد الغير مبرر بحجة العلاوة وطلع موضوع جديد واتفاقيه مع الحكومة في الأزم السابقة لم تنفذ شهر واحد يفصل عودة العام الدراسي الذي ينتظره الطلبة توقف بسبب جائحة كورونا وسط آمال أن لا يتكرر سيناريو وقف التعليم الذي شهده الأردن العام الماضي بسبب إضراب نقابة المعلمين دعوات النقابة للوصول إلى الدوار الرابعي لم تكتمل تعثرت في أسبوعها الأول أغلقت النقابة وأعضاؤها بانتظار المدعي العام بملف قضائي لا يستهان به عماد العضائي للحدث عمان إضم إلينا من عمان محمد حسنة الرئيس سحري صحيفة الدسور سابقا سيدة الأهلا بك على شاشة الحدث وضيفا على برنامج حدث اليوم أغلقت نقابة المعلمين اليوم إذن مرد المتوقع من هذه النقابة أهلا بك مرد المتوقع من النقابة ومن المنتمين لها سيدتي بداية لا بد أن نؤكد على حقيقة أن قرار اليوم هو قرار قضائي بحت وليس قرار سياسي كما يروج بعض أعضاء النقابة المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين مشكلة نقابة المعلمين أن مجلس النقابة يهيمن عليه شخصيات من الإخوان المسلمين مرتبطين تنظيميا بالجماعة ونحن نعلم أن جماعة الإخوان المسلمين للأسف أينما وجدت في العمل العام وجد التشنج والتصعيد والابتزاز للحكومة الآن القضايا المرفوعة على مجلس النقابة أمام القضاء والقضاء الأردني لا تتدخل فيه السياسة لا من قريب ولا من بعيد طبعا ردود الفعل معروفة عند الجمعيات والنقابات والهيئات التي يسيطر عليها الإخوان المسلمون يعني سيكون احتجاجات محدودة احتجاجات خطابات شعارات لكن أنا أعتقد أنه الدولة أقوى من الجميع والحكومة مكلفة بتنفيذ القوانين التي نص عليها الدستور الأردني والقوانين الأردنية المرعية نعم ولكن لذلك أنا أعتقد أنه نعم نعم سيدتل هل تعتقد لذلك أنا أعتقد الآن نعم سيدتل فضلي هل هذا الإجراء الأخير الذي سيكون ضد هذه النقابة المتهمة حتى بتهم فساد وبتحريض مثلما ذكرنا ومثلما جاء في التقرير السابق لعماد عضايلة كان يتحدث نائب رئيس هذه النقابة ويقول نحن الدولة هذا مفهم منه تحريض هل هو الإجراء الأخير أم تنتظر قرارات إجراءات أخرى ضد هذه النقابة سيتي كما ذكرت لك أنه الموضوع الآن أمام القضاء القضاء سيبت فيه سيبت إما أن تحل النقابة وإما أن تبقى خصوصا أنه وزير التربية والتعليم اليوم أصدر قرار بتشكيل لجنة تدير الأمور الإدارية والمالية للنقابة لمدة سنتين أعضاء مجلس النقابة الأسف الشديد منذ أسبوعين بدأوا بالتصعيد مرة أخرى واستعملوا شعارات مستفزة للناس والدولة أولا قبل أسبوعين نائب النقيب قال أن لو اهتزت الكرة الأرضية بنا لن نتراجع عن العلاوة وأمس الأول قال نحن الدولة والأعضاء بقية الأعضاء هتفوا بشعارات ووضعوا رأسهم برأس الدولة الأردنية ونحن نعلم أن النقابة جزء من المؤسسات الأردنية والهيئات الأردنية التي تعمل تحت خط الدولة وضمن الإطار الوطني لكن للأسف الشديد أصر القائمون على هذه النقابة المرتبطون تنظيميا وحزبيا وبالجماعة أن يصعدوا بطريقة استفزازية وبطريقة تهدد مصير العام الدراسي القادم كما فعلوا بالعام الدراسي الأخير حيث انقطعت الدراسة وتوقف التوقف كامل ما يزيد عن شهر وبقي ما يزيد عن مليون طالب في الطرقات وفي الأرصي على الأرصفة حتى استطاعت الحكومة أن تعقد معهم اتفاقية حققت لهم جميع المكاسب ومضت الحكومة في تنفيذ بنود الاتفاقية ولكن الوباء الذي حل على العالم والأردن جزء من العالم كان حيث صدرت أوامر الدفاع وتعطلت أو علقت العلاوات جميع العلاوات علقت لموظفي القطاع العام أيضا القطاع الخاص تضرر حيث خصمت نسب كبيرة من رواتبهم وعلى رأس من علقت علاواتهم هم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الذين يقفوا في الصف الأول في الخطوط الأمامي لحماية الأردن وكان آخر موقف لهم مكافحة الكورونا وكانوا القاعدة الأساسية في مكافحة هذا الوباء وحماية المسلحة وسيد تل هذا القرار نعم هذا القرار قرار إغلاق النقابة هل سيؤثر على العاملين في هذا القطاع قطع التعليم وعلى تلاميذ بعد العودة بالتأكيد للدراسة أبدا سيدتي إحنا قلنا على أعضاء مجلس نقابة المعلمي أن يفهموا أن الحكومة هي صاحبة الولاية على كل الناس وعلى كل الهيئات الأردن ضل بدون نقابة معلمين عقود طويلة ولم يكن هناك أي تأثير سلبي على تدريس أو على حقوق المعلمين النقابة نسبيا جديدة في الأردن عمر 9 سنوات يعني المعلمون كانوا يأخذوا حقوقهم بالكامل من عقود طويلة والمعلم في الأردن محترم ومقدر ولهم امتيازات كثيرة لكن للأسف الشديد عندما يهيمن الإخوان المسلمون عادة على أي هيئة عامة أو على أي دقابة يحدث هذا معهم كنت معنا من عمان حيث يريدون تصعيد للأسف انتهى الوقت المخصص لهذه المقابلة أعذرني كنت معنا من عمان محمد حسن التلرئيس حريي صحيفة الدستور السابقة شكرا جزيلا لك السلام عليكم اشتركوا في القناة